مساء الخير بين الاستحقاق البرلماني والاستحقاق الحدودي توزعت الاهتمامات اللبنانية في الاول يكتمل الهيكل النيابي باستكمال المطبخ التشريعي للمجلس عبر تشكيل لجانه في هذا الشأن كانت ثم تمساعا للتوافق بين الكتل النيابية بالاستناد الى توزيع عادل ومتوازن لكن التوافق لم يتحقق بعكس ما كان يتمنى الرئيس نبيه بري حتى لا نستمر أسابيع في الانتخاب وخصوصا أن هناك أماكن لكل النواب على ما أوضح رئيسهم في بداية الجلسة النيابية الماراثونية التي بدأت صباحا وامتدت الى المساء بانتظار حصيلة الترسيم على مستوى اللجان النيابية يبقى الترسيم البحري بين لبنان وكيان العدو الإسرائيلي في رأس الأولويات اللبنانية مع وصول سفينة استخراج الغاز اليونانية إلى تخوم حقل كاريش الواقع في منطقة متنازع عليها وكان الموقف الرسمي اللبناني قد رسى على إبلاغ الجانب الأمريكي طلبا بالتحرك ويبدو أن التجاوب كان سريعا إذ أعلن الرئيس نبيه بري خلال الجلسة النيابية أن الوسيطة أموس هوكشتاين سيحط في بيروت الأحد أو الاثنين المقبلين وترددت معلومات غير رسمية عن عودة السفيرة الأمريكية في بيروت على عجل من واشنطن للتحضير لزيارة الوسيط وفي الوقت نفسه أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تدعم أي جهود للتوصل إلى اتفاق بشأن الخلاف على الحدود البحرية وفي سياق متصل أكدت الأمم المتحدة أنها تشجع لبنان وأسرائيل على حل أي خلافات عبر الحوار والمفاوضات أما رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاطي فشدد على أن ملف ترسيم الحدود البحرية تجري معالجته بالطرق الدبلوماسية داعيا إلى إبعاده عن السجالات الداخلية والحسابات السياسية ترجمة نانسي قنقر